عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم قال خير فيما قدره الله لا فيما تعلمه ولذلك انت تجلس تقول اللهم ما معرفيش وتدعو اللهم زوجني فلانا اللهم زوجني فلانا وما يزوجك فلانا لماذا ما يزوجك فلانا ما لازم طيب عني ايش ما هو قال قال ربكم ادعوني استجب لكم صح قال استجب لكم لكن ما قال احقق طلبتكم قال استجب لكم ولم يقل احقق طلبتكم فلا يشكك انك في الوعد عدم وقوع الموعود به وان تعين زمانه لان لا يكون ذلك قدحا في بصيرتك واخمادا لنور سريرتك الله لما وعدك وعدك بالاجابة التي يريد لالتي تريد في الوقت الذي حدد لا في الوقت الذي تحدد فسلم اليه الامر والطريح المرى الاجابة حاصلة حاصلة هذا امر انتهى الله الذي لا يخلف قوله وما يبدل قوله قال لك استجب لكم انتهى لكن ما نوع هذه الاستجابة كما يريده لا كما تريد انت وكما تتحقق به مصلحتك العليا حتى نقرأ في الروايات ان اهل الجنة في الجنة لما يرون لما يرون مثوبات الله لدعوات دعوها في الدنيا لم تتحقق لهم يتمنون ان الله ما استجاب لهم دعوة في الدنيا وكلها اخرها على الجنة والله يعلم وانتم لا تعلمون امض القضاء على الرضا مني به اني عرفتك في القضاء رفيقا ما بسني قدر بسخط او رضا الا اهتديت به اليك طريقا اشتركوا في القناة